تميز الاقتصاد الوطني على مدار السنوات الماضية بمواجهة جميع الأزمات التي مرت بها الدولة وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية هذا وقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نموه منذ 14 عاماً أعلى الرغم من تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% في عام 2022 مرونة كبيرة وصلابة ميزت الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية وذلك في مواجهة جميع الأزمات التي مرت بها الدولة البداية كانت في الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 عندما واجه الاقتصاد المصري تحدياً كبيراً خلال تلك الفترة وما تلاها إثر تضرر كل مصادر الدخل القومي من سياحة وتحويلات وسثمار أجنبي وانخفاض دخل قناة السويس وتوقف عجلة الإنتاج وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى حد له حتى أنه لم يعد يكفي واردات مصر من السلع الغذائية الأساسية كما خرجت مصر من مؤشر جيبي مورغان لعدم الوفاء بمتطالبات المؤسسة في عام 2011 أما في الفترة بين عامي 2012 و2013 فقد وصل العجز إلى مستوى قياسي ليبلغ 200 مليار جنيه وانخفض تصنيف مصر الاقتماني كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمستوى أقل من 15 مليار دولار وبعد أن ثار المصريون وفي وقت كانت تتعافى فيه مصر من أثار أزماتها الاقتصادية في أعقاب الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو بدأت تشرق شمسها من جديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجني ثمار التنمية التي ضربت جذورها في أرجاء المعمورة لكنها سرعان مصطدمت بأزمة جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على العالم أجمع ورغم ذلك تمكن الاقتصاد المصري من الصمود وقتها وتجاوز الأزمة التي كان نعكاسها على الاقتصاد المصري محدودا بدرجة كبيرة بفضل برنامج الإصلاحي الاقتصادي بما مكن من تحقيق معدل نمو إيجابي في عام 2019-2020 بلغ ثلاثة وستة من عشر في المائة رغم الجائحة الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا شهدت له كافة المؤسسات الدولية وما إن خفتت إلى حد ما مخاوف الجائحة وبدأت الحياة تعود لطبيعتها حتى جاءت الأزمة الأوكرانية الروسية ليواصل العالم معاناته وهذه المرة بشكل أكبر لتهز الأزمة قدرة أعطى الأنظمة الاقتصادية العالمية ولأنه يقف على أرض صلبة يصعب زحزحتها ظل الاقتصاد المصري صامضا في مواجهة الأزمة ليحقق أعلى معدل نمو منذ أربعة عشر عاما على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية حيث فاق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ ثلاثة واثنين من عشر في المائة في عام 2022 ليحقق ستة وستة من عشر في المائة في عام 2021-2022 مقارنة بثنين وتسعة من عشر في المائة في عام 2013-2014 هي إذن جهود كبيرة بذلتها مصر وتبذلها بإرادة صادقة وقصة وجادة لمقاومة الأزمات الداخلية والعالمية وقصة نجاح كتبتها سياسات حكيمة بأحرف من نور من أجل مواطن يستحق أن يعيش حياة كريمة